بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه اللهم أصلى على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مع درس جديد من الدروس البيانية الحديثية التي نتناول فيها أحاديثاً رويت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنميز الصحيحة منها من الضعيف ونبين ما عليه العمل مما ليس عليه العمل ونقدم بعض قواعد الفهم التي لا بد منها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الجلسة المباركة سنكون مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلت عنه في الأحكام وجاءتنا بطرق مختلفة منها المتصد ومنها المرسل وسنكون مع حديث من مراصيل الإمام مالك رحمه الله في الموطأ هذا الحديث أخرجه الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان هكذا روي هذا الحديث مرسلا كما هو واضح فعطاء بن يصار هو التابعي الجليل الذي ولد في السنة التاسعة والعشرين للهجرة أو السادسة والسابعة والعشرين للهجرة وتوفي في الثلاث بعد المائة الأولى للهجرة وهو من التابعين المكثرين عن الصحابة الكرام فقد روى عن زيد بن ثابت وروا عن ابن مسعود وروا عن عبد الله بن عمر بن العاص وروا عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا التابعي هو الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النوع من الرواية يسمى عند المحدثين بالحديث المرسل لذلك فهذا الحديث لم يذكر فيه الرواة الذين يصل بهم عطاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى هذا النوع بالحديث المرسل إذن فهذا الحديث من مراصيل الإمام مالك رحمه الله يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله لا يعرف هذا الحديث عن الإمام مالك إلا بالإرسال إلا ما رواه الوليد بن مسلم رحمه الله عن الإمام مالك من أنه ذكر روايته المسندة ذكر روايته المسندة عن أبي سعيد الخدري ولكن الصحيح أنه مرسل عن الإمام مالك هذا الحديث لم يرسله الإمام مالك فقط بل أيضا أرسله معه الإمام الثوري وحفص بن ميصر وأيضا جعفر بن عبد الله كلهم رووه بالإرسال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته إذن فهذا الحديث هو حديث مرسل والمرسل في تعريف المحدثين هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا هذا هو التعريف الذي يعطى للمرسل في الاستلاح وهذا عند المتأخرين وإلا فإن الإرسال أو المرسل يطلق أيضا على المنقطع فالمنقطع أيضا يسمى مرسلا لذلك قد يكون الانقطاع في آخر السند وقد يكون في أوله فإذا كان في آخر السند يسمى المرسل وهذا الذي يذكرونه بالاتفاق وإذا كان في أثناء السند منهم من يسمي الانقطاع يسميه إرسالا لكن الغالب عندما يطلق المرسل ينصارف هذا المعنى إلى ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والإرسال ونوع من الانقطاع والانقطاع عيب من عيوب الرواية متعلق بالاتصال لأن من شروط الرواية المقبولة أن يكون الحديث مسندا متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وأن لا يكون شاذا ولا معللا فإذا كان في السند انقطاع بين راو وراو يكون هذا خارما لشرط الاتصال وبالتالي يكون عيبا ويكون قدحا في الرواية لكن العلماء تحدثوا عن الإرسال بحديث يجب أن يعلمه الناس قبل أن يحكموا بضعف الرواية التي فيها الإرسال يقول الإمام بن عبدالبر رحمه الله في مقدمة التمهيد الإرسال الإرسال إذا كان من الثقة وكان معروفا بأنه لا يروي إلا عن الثقات فهو مقبول والإرسال إذا كان ممن يروي عن كل ضرب أي عن الضعيف وعن الثقة فهذا مذموم أي عيب ولذلك فإن الذين ينتقون المشايخ إذا أرسلوا فإن إرسالهم لا يعتبروا قدحا لا يعتبروا قدحا ويقول أبو داود رحمه الله على أن الناس كانوا يقبلون المرسلة إلى أن جاء الإمام الشافعي رحمه الله وقرر بأن المرسلة من الضعيف إلا بشروط ذكرها رحمه الله أي الإمام الشافعي في الرسالة ومعنى هذا أن قبل الإمام الشافعي وممن قبله الإمام مالك وممن قبله الإمام الثوري وممن قبله يعني عدد من الأئمة كانوا إذن يقبلون المرسل سيما من الفقهاء ولكن كانوا يقبلون ذلك بهذه الشروط التي ذكرها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أي ممن كان معروفا بالرواية عن الثقات ومعروفا بالرواية عن الذين يفهمون ما يتلقون إذن في هذا الحديث يقول ابن عبد البر رحمه الله مرسل يعني الإمام مالك في الموطع ولم يروى إلا مرسلا وعلى أن الإمام مالك رحمه الله لم ينفرد بإرساله بل شاركه في هذا الإرسال وتابعه عدد من المحدثين وذكرنا منهم الإمام الثوري رحمه الله هذا الحديث إذن مرسل لكن قال رحمه الله لكنه مسند صحيح من غير طريق مالك فهو مسند صحيح من غير طريق مالك رحمه الله وهذا يدلنا على أن الذين قابلوا المرسل فإنهم كانوا يقبلونه لعلمهم بصدق وثبوت تلك الرواية المرسلة وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى مرسيل الموطع إذن فالإمام ابن عبد البر رحمه الله ثبت أن هذا الحديث المرسل من طريق الإمام مالك معروف بالأسانيد المتصلة من غير طريقه ومن طرق التي جاء بها مسنداً متصلاً طريق ابن أبي سلمة وأيضاً سلمة بن أبي عبد الرحمن عفواً وأيضاً طريق ابن عجلان ولذلك فالحديث متصلون مسندون ولا إشكال والحمد لله لكن وجوده مرسلاً من طريق الأئمة الحفاظ ومتصلاً من أئمة آخرين أدخل الريبة في نفوس النقاد فقال الإمام الأثرم رحمه الله للإمام أحمد أتذهب إلى حديث أبي سعيد لأن هذا الحديث المرسل من طريق عطاء مسند من طريق أبي سعيد الخدري فقال الإمام أحمد رحمه الله نعم أذهب إليه أي أقول بما فيه أقول بهذا المقتضى الذي فيه الحكم الذي الشمل عليه قال الأثرام ولكن قد اختلف قد اختلف عليه أي هذا الحديث روية متصلاً وروية مرسلاً قال أحمد رحمه الله هذا الحديث وإن قصر به مالك لأنها هي أشهر روايات أي وإن لم يورده مالك رحمه الله مسنداً متصلاً فقد وصله آخرون فقد وصله آخرون إذن وقع الاختلاف فهذا الاضطراب الذي أدخل الريبة على الأثرام ألقاه على الناقيد أحمد رحمه الله فرجح على أن وجود هذا النوع من الاضطراب أي كونه روية مرسلاً وروية موصولاً لا يضره أبداً بل إن ذلك الموصول يؤكد صدق الإرسال ويؤكد على أن الحديث محفوظ إذن بهذا نعلم على أن صناعة الحديث هي صناعة دقيقة وعلى أنه لا يجرؤ الإنسان بأن يضعف حديثاً لوجود إرسال ما بل لا بد أن يتثبت وأن يكون من الممحصين وهذه في الحقيقة خبرة لا يدركها المتأخر بل هي ممن كانوا في الحفظ أئمة وكانوا في الاستيعاب والإحاطة بالطرق يعني في الريادة وفي الإمامة هذا الحديث يقول الإمام ابن عبدالبر رحمه الله أصل عظيم أصل عظيم في عدد كبير من الأحكام الفقهية وهو أن اليقين أن اليقين لا يبطله الشك هذا هو الأصل الذي بني على هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة وشك هل صلى ركعتين أو ثلاثا إذا كانت مثلا المغرب أو صلى ثلاثا أو أربعا إذا كان الظهر أو العصر أو العشاء مثلا إذا شك وهذا عادة ما يدخل الإنسان إذا كان مشغولا يدخله هذا الشك ولذلك على الإنسان أن يستحضر قلبه ويستحضر يعني ذهنه في صلاته وهذا في الحقيقة جزء مما يستدعي الخشوع في الصلاة لكن هذه طبيعة الإنسان ينال من صلاته بقدر ما استحضار فيها من عقله وذهنه وقلبه فبقدر استحضار يتفاوت الناس منهم من يأخذ الأجرى في الصلاة سبعين بالمئة منهم من يأخذ خمسين بالمئة منهم يعني بقدر استحضار قلبه وقدر استحضار ذهني وانصراف عقله عن المشويشات وعن الأشياء التي تشغل البال قلت فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الحل عندما يقع للإنسان الشك في الصلاة وهو أنه إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا معناه هنا أن الصلاة الرباعية يقينا يجب أن تكون كام أربع ركعات إذن يحتاج إلى الرابعة ولذلك ذلك الشك لا يبطل اليقين لا يقول والله يعني طيب نكتفي بالثلاث لا أو يكتفي بالشك هذا الشك لا يسقط اليقين أبدا هذا الشك نحتاج إلى أن نبطله ونزيله بأن نصلي ركعة أخرى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن على أن الإنسان قد يميل إلى أنها خمسة عندما يصل للرابعة قد يكون عنده خمسة ويتساءل ما الحل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إذا أنت صليت بالفعل ثلاثا والرابعة التي شككت فيها لم تكن قد صليتها فإن هذه الرابعة هذه الرابعة التي صليت وطلب مننا أن نسجد سجدتين تسمى سجدة السو ترغيما للشيطان أي كأنك تقول للشيطان الخنزي بالذي جاء ليشوش عليك صلاتك رغم أنفك وتجعل وجهه في الأرض تأليم له من أنك أديت الصلاة على كمال صفتها وعلى عدد ركعتها وإذا كان بالفعل استطاع إبليس أن يشوش ويعطيك أنك ستصلي خمسة فإن الله عز وجل يجعل السجدتين شفعا لتلك الخامسة فيكون الإنسان قد صلى هذه الصلاة كاملة من وجهه وكأن السجدتين ستصير مع الركعة ركعة أخرى والصلاة دائما في النوافل مثنى مثنى كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذن هذا حديث كما رأينا لا يعرف من طريق الإمام مالك إلا مرسلا وقد تابعه أئم آخرون في هذا الإرسال وعلى أن هذا الإرسال لم يكن مؤثرا فيما روية من طرق أخرى متصلا وعلى أنه بهذا الاتصال أدركنا على أن مرسيل الإمام مالك رحمه الله مرسل صحيحة وعلى أنه بالفعل القاعدة التي اعتقدها واعتمدها الأئمة الفقهاء الأوائل أي الصدر الأول من المحدثين والفقهاء وهو أن المرسل إذا كان فقيها ولا يعرف إلا أنه يروي عن الثقات فإن مرسيله مقبولة وقد يكون الراوي من الأئمة الحفاظ ولكن إذا سئل عما أسقطه من السند يذكر الضعيف فإن إمامته لا يشفع له وهذا يؤكل على أن القاعدة التي اعتمدها الأئمة قاعدة مطاردة وثابتة بالفعل ومن الأئمة الذين هم حفاظ كبار ولكن كانوا يعني يرسلون عن البعض كثر وما كان أبدا النقاد يشوش عليهم ذلك بل إنهم كانوا يردون ذلك ومن هؤلاء مثلا عطاء بن أبي رباح وأيضا يذكرون الحسن البصري رحمه الله لأنهم كانوا إذا سئلوا فإنهم يذكرون بعض الضعفاء فيتقي الأئمة أحاديثهم ويطلبون منهم أن يبينوا أو لا يأخذون بمروياتهم المرسلة إذن الحديث المرسل إذا جاءك من الأئمة فهو حديث معتبر ومقبول وحجة ننتقل إلى حديث آخر مروي بالسند الصحيح ولكن العمل ليس عليه هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق الإمام الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه والحديث الطويل هو في نزول آية التيمم وفيه أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل رخصة التيمم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فضربوا بأيديهم التراب ثم رفعوا من غير أن يقبضوا شيئا من التراب وفي رواية نفضوا أيديهم فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب وباطن أيديهم إلى الآباط قال الإمام الزهري ولا يغتر بهذا وفي رواية الإمام أحمد ثم جاء أبو بكر صديق إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها ما كنت أعلم أن معك مثل هذه البركة إلا الآن الحديث هو كان في سقوط عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث كان الجيش كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معرسين ثم لما قام الجيش أدركت أن عقدها ضاع فبقي الناس يبحثون عنه إلى أن ظهر الفجر ولم يكن مع الناس ماء فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم ففعل الناس بهذا هذا الحديث مروي عن الإمام الزهري بطرق متعددة ومنها الإمام مالك رحمه الله ومنها الإمام سفيان بن عيين وعلى كل حال أي ما كثر رواه هذا الحديث عن الزهري ورواية الإمام مالك رحمه الله فيها الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وهذه رواية متصلة وفيه رواية أخرى الزهري عن عبيد الله عن عطاء وهذه رواية منقطعة مرسلة وفيه رواية أخرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار هذا الحديث في سنده الأول صحيح لا غبار عليه فرجاله ثقات وقد صححه أئمة ومنهم ابن رجب الحنبالي وابن عبد الله رحمه الله وعدد لكن في هذا الحديث الصحيح أن الإمام الزهري راويه يقول وَلَا يُغْتَرُّ بِهِ أي أن هذه الرواية كان يستنكرها رغم أنه هو الذي رواها وكان ابن عيين رحمه الله يقول وَهَذَا حَدِيْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلِ بَلْ إِنَّ وَكِيعًا رحمه الله كان يستنكر على الإمام الزهري أن يروي هذا الخبر إذن هذا الخبر راويه يقول لسى عليه العمل والعلماء الأئمة فقهاء الأمصار يستنكرونه ومع ذلك ترون على أن سنده صحيح الإمام الزهري وما أدرك من الإمام الزهري رواه عنه في طريق الإمام أحمد صالح بن كيسان وهو زميله في الطلب وهو إمام أو يعني من الثقات وأيضا عبيد الله بن عبد الله بن عزبع يعني كلاهما هو وأبوه من الثقات وعندنا عمار يعني ابن ياسر رحمه الله أو رضي الله عنه يعني هو من الصحابة الأجلة إذن هذا الحديث من حيث الصناعة من حيث الرواية صحيح ولكن من حيث مضمون يعني المضمون الذي فيه فهو حديث منكر لأنه خالف كل الروايات الصحيحة التي ثابتت في التيمم سواء الموقوفة أو المرفوعة ومن الجوانب التي فيها المخالفة هو أن يتيمم الناس من باطن أيديهم إلى آباطهم قد يكون من ضرب من اليد إلى المرفق أما أن يكون بالعضب والآباط فهذا مما سنكره الأئمة قاطبة الرغم وجود الصحة في الحديث إذن الحديث قد يكون صحيحا من حيث الرواية ولكن من حيث العمل يجمع الأئمة العلماء على رضه سيطار سؤال إذن ما دام مرضودا لماذا يرويه الأئمة بهذه الأسانيد إنما كانت الرواية شيء والفقه شيء أيها السادة الرواية شيء أمانة وشهادة ويجب أن يؤديها الناس لأنه خبر لو لم يرويه الأئمة لرواه غيرهم ولا اعتبر الناس بأنه من الأحاديث المعمول بها لكن أن يرويه الناس كما قال الإمام مالك لماذا ترويه وتتركونه أو يعني ابن المجيشون قال ليعلم الناس أننا عن علم تركناه ليعلم الناس أننا عن علم تركناه ونكارة هذا الحديث هي في الحقيقة كما ترون هنا نكارة المتن وفي هذا دليل على أن الأئمة لم يكونوا يكتفون في الحديث بصناعة السند بل كانوا ينقودون السند والمتن وهذا الحديث خالف ما عليه المشهور عن الصحابة رضوان الله عليهم في قضية التيممم إذن من حيث الصناعة الحديثية حديث ثابت حديث يعني صحيح لكن من حيث النظر النقدي للمتن حديث منكار وبذلك على الناس أن لا يغتروا بهذه الرموز وهذه الظواهر في الصناعة الحديثية بل لا بد أن يرجعوا إلى أئمة الصناعة من المتقدمين الذين جمعوا بين الفقه والرواية لكي يخلصوا إلى ما يكون عليه العمل من الحديث مما لا يكون عليه الحمل عرفنا إذن على أن الحديث المرسل ليس دائما مردودا بل رده بشروط وقابوله بشروط وعلمنا على أن مرسيل الإمام مالك رحمه الله موجودة متصلة في طرق أخرى وهذا يؤكد على أنه رحمه الله كان ينتقي من أحاديثه علمنا أيضا على أن الحديث قد يصحه بجهة السند والرواية ولكنه من حيث المضمون عندما ينقد المتن يظهر على أنه لا عمل عليه أبدا لا عمل عليه فإما أن يكون الخطأ في الرواية وهذا والد وإما أن يكون العمل أن المضمون قد وقع نسخه أو كما ذهب إلى ذلك إسحاق بن رهويا في مثل هذا الخبر أن الصحابة فعلوا ذلك قبل أن يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ظواهر الآية لأن الآية تقول وَلَمْ تَجْدُوا مَأً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وهذا التيمم محمول كما حمله عمار بن ياسر في مرحلة أولى على أن يعمع جسده بالتراب لكن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا هكذا يكون التيمم بل يكونوا بضربة على التراب باليد ثم يمسح الوجه واليد إلى الكفين أو كما فعل عبد الله بن عمار إلى المرفقين في الضربة الثانية إذن فالصحابة قد يعملون بشيء قبل أن يأتيهم البيان ولكن ذلك لا يبقى أبداً لأنه لا بد أن يحصل البيان لتقوم الحجة ويكون الشهادة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الدين وهذا التخريج الذي ذكره إسحاق بن راهي وراهي رحمه الله هو واقع في عدد من الأحاديث ولذلك لا بد أن ينظر الناس إلى أشكال الأحاديث قبل أن يحكموا بها ويستخرجوا منها الأحكام الشرعية أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما عليه العمل ويجتنبون ما ليس عليه العمل ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في صحيفة أمير المؤمنين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة